ملف اتحاد العاصمة طبعاً الأمس كان رئيس نادي اتحاد العاصمة سيكا محسينة أدل بتصريحه أكد أنه ما قلناه منذ مدة أن الاتحاد العاصمة قام بتطعنه بخصوص أجيل مقابل ها هو القالب هذا الخوانة أولاً للخوانة كان هذير الخوانة لأن هذا الشي اللي رمحوه وهذا القالب تحداكم أن تلعب بركاب الخارطة الوهمية ضد الزمالي غادي نشوفوا هذا المساء يعني نشوفوا المبادئ ديالكم واش تقبل التحدي أنا نتحداك أنا نتحداك أنا نقفل هاد القاناة بالي نقفل إذا ما لعبدش نهتة بركان بالخارطة ديال المملكة المغربية اللي كتقول لانتا الوهمية نتحداك أنا نسد هاد القاناة حتى الاخوان والأخوات المتابعين كاملين انتا يعني شنو التحدي ديالك شنو شاي الدحميس كذلك هو الفائز اتا ديال المملكة المغربية القميص هوا بالاسم ديالنا ديالها وهي حتى هي بالاسم ديالنا بالي هو بالخريطة ديال المملكة المغربية كذلك فريق تحاط طنجة حتى هو بالخريطة ديال المملكة المغربية بلو خردوك مال الدو ودو خلاص لامونية جديدة تعلق جاليرا يتعامل بيها هي البنات الصغيرات شوي بيت جديدات يدشنوهم هذا الإعلام الجزائري يعني المقابلة ديال نغضات بركانو الزمالي غادي تلعب من دابة ساعة ديال المغانا وبالخريطة ديال المملكة المغربية وما باقي كيكتبوا وكيبيعوا الأوام للجمهور الجزائري والشعب الجزائري وبغيت نرجع لهذا الفيديو من ملعب سنتياغو بيرنابيو وماش غير هذا الفيديو بل كانت صور سابقة لجماهي الريال مادريد بالخريطة ديال المملكة المغربية كاملة مكمولة كاملة ملعب سنتياغو بيرنابيو اللي هو متواجد بالعاصمة الإسبانية مادريد التي كانت تحتلوا الصحراء المغربية وما عندهم احتشي مشكلة واعتارفوهما بالصحراء المغربية اعتارفو بها وما عندهم احتشي وانتوما الجزائر الإعلام ديالكم يعني كيمشي لدك الحيط القصير مصر تونس وكيبقى يقول لهم انتوما جيتوا مع المغربة وهدو ما تقدرواش عليهم مادريد اللي كانوا محتلين المغرب هما وفرنسا يعني مقسمة وخرجوا يعني السقلينة في سنة الف وتسعمائة وستو خمسين وقات الصحراء المغربية وكانت المسيرة الخضراء يعني سنة الف وتسعمائة وستو سبعين وكما عارفين انتوما باللي الصحراء المغربية عندها روابط تاريخية من عهد موحدين السعديين المرابطين العلويين يعني من تم ما يعني جات الصحراء المغربية ومن بعد يعني بقات ارادي محتلة وسترجعها المغفور له جلالة ملك محمد الخامس وبقات الارادي يعني الصحراوية اه احتى الخبسة وسبعين ومن بعد كانت المسيرة الخضراء وصافي يعني هي ارادي مغربية باعتراف الجميع وانتو ماشي من حرق فيكم المهمة الخوط غادي نجاوبوا اه على هاد الناس كذلك عندي تعليق لي كيتحداني ان الخريطة ما تتلعبش ان المقابلة ما تتلعبش بالخريطة دي المملكة المغربية غادي نجاوبوا غادي نجاوبوا نجاوبوا صوفيا باللمان والإعلام الجزائري غيرتم اللايكات ديالكم بكثرة وفي اخر الفيديو غادي نهضروا على التاريخ ديال الصحراء المغربية لانا كين بزاف كيس حابليهم باللي الصحراء المغربية هي تين دوفينكين اه جبهة البوليزاريوم الانفصالية اللايكات ديالكم كثرة الخوط لابد من اللايكات ديالكم وعندنا القالب وعندنا شيء تحميس وعندنا الأقميسة كلها غادي نشاركوها معاكم جموعة من الأقميسة ديال منتخب ديال ديال النوادي المغربية ديال والقالب الخواناء لابد منه اللايكات ديالكم ولمشيوا اللايكات ديال والكلب تعلق جعلني مجاش شدهم يحوصوا غير على يدشنوبرق جيدوا وكان دخلي في راسي بللي مصر ولا تشكر في الأخر مراكم القنوات العار مراك الدراجي يقع عندك شهرة وعندك استملايا دافعنا بلادك نتحدك دافعنا بلادك اخر فيديو اللي خرجته هاوحطوا لك الشنوي هالي قاعدة تقولوا مين على البرصة على البوليزاريو يحرق الراصة يا حب السلام عليكم بالنسبة للفيديو ديال أولتراس ديال ريال مادريد والخريطة ديال المملكة المغربية هادره فيديو عظيم وهذا الفيديو يشرش من النظام الجزائري ما عرفتنا الإعلام الجزائري مركز على الإخوان المصريين والتونسيين يعني علاجهم على مغرب الخريطة ولكن يعني علاش ما تقدروش على إسبانيا على نادي ريال مادريد علاش ما تعملوش عارضة وتقولوا حتى هما ظلموكم كنشوفوا خريطة المملكة المغربية في أقوى يعني لقاء الموسم كننظروا على تشامبيونس يعني لقاء يعني شاهده العالم بين ريال مادريد وبايير ميونيخ علاش ما كتقولوش هادو ظلموكم هادو ناس ديمقراطيين وهادو هما اللي كانوا محتلين الصحراء المغربية كننظروا على العاصمة الإسبانية مادريد وليست للمرة الأولى بل لعدة مرات علاش هادو مكتدروش عليهم المهم غادي نرجعوا لهذا الأولتراس ولكن بغيت نجاوب واحد الأخ جزائري اللي كيتحداني في قولي هناك ما كتشوفوا في التعليق نتحداكم أن تلعب بركان بالخريطة الوهمية ضد الزمالي غادي نشوفوا هذا المساء يعني نشوفوا المبادئ ديالكم وش تقبل التحدي أنا نتحداك أنا نتحداك أنا ننقفل هذه القناة بالي؟ إذا ما لعبتش نهضة بركان بالخريطة ديال المملكة المغربية اللي كتقول لانتا الوهمية نتحداك أنا ننسد هذه القناة تحدا الإخوان والأخوات المتابعين كاملين انتا يعني شنو تحدي ديالك شنو تعطيني؟ ما بقتش هي غير بلا 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 بحال إعلام ديالكم اللي عارف أن المقابلة ستجرى مساء اليوم بالخريطة ديال المملكة المغربية الشريفة هو باقي كيبيع الأوهام للناس وبالنسبة للإخوان بالنسبة للإخوان اللي يقول لله للقالم القالم هذا الخوانة أولا للخوانة لكن هديه الخوانة لأن هذا الشي اللي ربحوه هو هذا القالم بالي ها هو دي ما غادي نحافظ عليه باش نوريه للخوانة وآآ شاي الدحميس كذلك هو الفائز معنا في هاد القاضية ديالنا دات بركان والخريطة ديال المملكة المغربية بورسو بويستو دائما حاضرة معنا خليكم معنا الخطوة ما تنسوش اللايكات لا يديكم اللايكات ره جيد مهمة والله العادي مكان تعرضو السينيال بكثرة بواحد شكل حاد ما تصوروش فيديوهات ديالنا كي جيلو في جروبهات معرفت مكين حتى هو بالخريطة ديال المملكة المغربية الشريفة شنو بقي خصك واتحداك اتحداك يعني ترجعن عندي في شي تعليق وتقول لي اراك غلبتنا وراه الجامعة الملكية غلبتنا وراه لان هاد الناس اخليكم مع فيديوهات تسمعوهم كيقولوا باللي خانهم الاعلام او الجامعة الملكية الجامعة المصرية عفوان والتونسية خانهم والاعلام التونسية خانهم ما وقفش معهم يعني في محاربة الجامعة الملكية هادوا ناس عقلاء هادوا ناس مشي بحلكم لان جوابا على هادك اللي كيقول خريطة الوهمية وبشي السفزو بها الجزائر ومسل السيادة الجزائرية ينقول لك باللي المملكة المغربية الشريفة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفي جميع المجالات الرياضية تحترم القوانين المسطرة وباغي نقول لك باللي الإعلام ديالك راح كي يكذب عليك وراه كي يخلص يعني عملاء باش يضربوا في المغرب وباش يكدموا عليك باش يكذبوا عليك وباش يعطيهك بزار ديال الأوهام وللأسف كي بلي بلك تتيقوا هاد الأوهام وعندنا واحد العاميل وحد الخائن اللي يتقادى يعني وجور من عند النظام ديالك باش يضرب في المغرب اللي كان هديله هاد القالب وهذا جوابا لا نكمل لك بعدها قلت لك يعني الجامعة الملكية المغربية تحترم القوانين المسطرة والقميص ديالنا هادة بركان ما لعبوش به يعني المقابلة اللي كانوا غني لعبوا مع اتحاد العاصمة بل كي لعبو به من شحال هذي عليها للطاس ولا الكاف عطات الحق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونهضة بركان يعني اللي اعتبراته فائز بكل تلصيف للذهاب والقيام يعني كين قوانين مسطرة من طرف الكاف وكا تحترمها النهضة بركان وخص فريق اتحاد العاصمة يحترمها ماشي يعني تعطاه اوامر وتعليمات من النظام ويتبقها ويرزي الفريق والجماهير ديالفريق وهذا شي يعني عاقت به يعني الجماهير ديالفريق وراكين منشورات كتيرة ردوا البال باللي انهم كابش فيداء يعني النظام الجزائري فيما يتعلق بهذا التخاربيق ديالهم فالقميص ديالنا هذة بركان جايبين سنوات وكي لعبو به ومصادقة يعني من طرف الكاف بغيتك تعرف غير هذ القاضية هذي وكذلك يعني النظام الجزائري والاعلام الجزائري كيبيع لكم على انكم تفوقتوا على المغرب بان المنتخب النسوي ما يلعبش بالقميص بالخاريطة ديال المملكة المغربية الشريفة هذا غلط وهذا كذب يعني من الاعلام الجزائري لان المنتخبات ديالكورة القدم ما كتلعبش بالخاريطة المغربية ماشي ممنوعين لهذا هما ما تقدموش بطلب مربما ده يتقدموش بطلب من الكاف وتصادق عليها من طرف الكاف ويلعبو بها باش ما تكونش عقوبات وما يختارقوش القوانين هذا هو الفرق والاعلام ديالكم كيكذب عليكم علش فريق الزمالك لم يعتارد وش انت حسن من مصر مصر الشقيقة مصر بلد التاريخ بلد الاهرامات بلد انتو ما وش حسن منهم تشي فريق مع تارد فريق من الفرق الافريقية فريق النهضة البركانية يوم يلعبو بها بقمصة نحتاجون عندكم انتوما انتوما هما اللي مصلح الكون انتوما قل لكا سيدي احنا ما بقوا سيدي فانتوما ما اخرين ديالكم راه كي طلبو الاستقلال اعطيوهم الاستقلال ديالو منتوما يعني حقانيين انتوما ما كاتبغيوالحق وما كاتبغيوش الضلم وانتوما يعني مع القضايا العادي لاو اعطيو لجمهورية القبائل اعطيوهم الاراضي ديالوم لو ميز محتوى ما كيطالبوا بالاستقلال ديالوم ها او اللي الحق يعجبكم غير على المغرب والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربية حتى يرتل الله والأرض ومن عليها. ما أعجبك الحل تضرب رأسك مع الحي. مالي؟ وفيما يتعلق بهذوك اللي كي يجي وكي يقولوا لي لا أنت في حل هذا الميسج هذا كما كتشوفه. ها هو هنا كان عندي مسجل يقول لي أخي آه والله يا أخي أنك صانع الفتن الله يهديك. هذ الكلام لش ما كتقوله نظام ديالك. ها بتعليمات دياله الإعلام ديالك اللي كي قيل ليل ونهار كي يضرب في المغرب والمغارب. ها أنت يا سمعته. كتقوله يا الكلب يا القجع. هذا مستوى هذا. والإعلام القنوات الرسمية ديالكم ليلا ونهارا القجع. الحاشيش. الضعارة. العاهيرات. كي يضرب عرض النساء المغريبيات. القنوات ديالكم كلها. لش ما كتقولونش على الزن ديق ديال هنا ما كتجيوش. يعني الآلاف ديال الجزائرين كلهم ما كي ستقولو كيم دعولو. انت حر حيتاش كي يضرب في المغرب. لش ما كتقولونش تخلقوا الفتنة. كتجيو غير عندي اللي كان خرجنا بحالة الدفاع. كتجيو بالعادية الشعارة تخلق الفتنة. او لكتقمعوني زع ما اسكتو خلوا غير هادو كي يضربوا فيكم. يا كنتو ما بهذا المنطق ماشي. لا انا كنخرج. انا الضامر ديالي مرتاح. لانني كنخرج بحالة دفاع عن بلدي. اذا كنتو ما كتسكتو هاد الناس ما عمرنا نخرجو. وباقي ما قلنا والو. باقي ما ما دخلناش يعني في ذاك الاستفزازات ديالهم. وبقوا نجيبوا ذاك الفيديوهات الموسيئة الجزائرين بالالاف لا تعدو ولا تحصى. ولكن ما كنجيبوهاش احتراما يعني بزاف ديال الحويج. ولكن اذا شنا كن كتقولوا لهاد الناس سكتو راكم كتخلقوا الفتنة. غادي رفعوا لكم القبعة. ونعملوا ذاك شي اللي لغيتو. ولكن هادو كنشوفكم كتتفقوا لهم القلوبة وبرابو هذا بالالاف. انا كنتجي وتقمعونا سكتو. انا كنخرج في حالة الدفاع والضمير ديالي جيد مرتاح. وبالنسبة للمقابلة ديال اليوم. واش غادي تجرب القميص ديال البركان بالخريطة ولا لا. انا غادي نشوفوا هنا را كين. اقول لكم را كل شي كيمشي بالقوانين را ما كينشي العشوائية في هاد الشي. شوف معايا هنا. فريق الزمالك المصري يوقع على محتر قميص نادة بركان بخريطته او بخريطة المملكة المغربية دون اعتراض. ما عندهم حتى شي مشكل مشكلة عندكم غير مطومة. هنا يوقع نادي الزمالك المصري الكورة القدم على محضر تقديم الاقمصة التي يخوض بها الفريق للضنادي نادة بركان المغربي غدا الاحدة تشي البارح. دهاب نهاي كاسقون في داراليا وقدمها ممثلاء ناداين بحضور مراقب المباراة قميص الزمالك ونادة بركان بخريطة المملكة المغربية دون اي اعت النادي المصري وخاض نادة بركان كافة مباراة الموسم 2004 و2023 في كاسقون فيدراليا الجديد المرصع بخريطة المملكة المغربية قبل ان يتهال النهائي بفضل غباء النظام العسكري الحاكم في الجزائر الذي تسبب في اقصاء حامل اللقب اتحاد العاصمة الجزائري. يعني غادي نعب القوم صاني وشنو تعمل? تلي كان تتحداني شنو تعمل? الخوض انخليكم انفتح واحد القوس طالب. باش الناس لي مفاهماش القاضية دي الصحراء المغربية. تفهمها. كنهضرو على اسبانيا. العاصمة الاسبانية مادرين. اللي كانت محتلة الصحراء المغربية اللي هي جزء لا يتجزأ من الاراضي الوطنية. كما عارفين صحراء المغربية يعني ترجع يعني كين روابط يعني تاريخية اللي تتبت على ان الصحراء المغربية يعني من عهد الموحدين السعديين المرابطين يعني كاملين. وفي ذاك الفترة كما عارفين يعني المملكة المغربية يعني كانت ضعيفة وجال السعمار يعني وتقسم المغرب الى قسمين يعني الجنوب الشمال دوا اسبانيا. والواسط داتوا في فرنسا كما عارفين. وفي السقلال سنة الف وتسعمية واسة وخمسين يعني الساقل المغربية ولكن بقات الصحراء وكذلك يعني كين مناطق في الصحراء اللي حرها جلالة ملك محمد الخامس ولكن بقات الصحراء المغربية. بقى فيها الاسبان الى سنة الف وتسعمية وخمسة وسبعين ومتنمجة اتفاقية ديال مادريد بالي. والشعب يعني الصحراوي اللي كان في المنطقة المغربي الصحراوي بايع جلالة ملك محمد الخامس يعني وكانت المسيرة الخضراء سنة الف وتسعمية واسة وسبعين. فالصحراء بقات مغربية ودخل القدافي وهدو الليبيا والجزائر. باش يعني افتعلوا هاد المشكل. وبقى المغرب هاد المشكل. اما الصحراء مغربية حتى يرت الله الارضة ومن عليها. وحاليا تحت السيادة المغربية. هذا فقط للتوضيح. بالي? الناس اللي كاتشكك. ماشي كاتشكك. الناس اللي كاتلعب على هاد الحبل ديال الصحراء باش تخلي يتم واحد النزاع باش المغرب وخبغي. وخال المغرب الحمد لله وماشي ولكن دائما عنده واحد المشكل خلق له واحد المشكل. يعني كذلك ما ننسوش يعني الطماع ديال الدولة الجزائرية في الصحراء المغربية يعني التروات اللي فيها. بالي? وخاصة التروة السمكية. السمكية. السمك يعني السمك البيضاء اللي هي غنية بالبروتينات. وتمند لها فواجد ضعيد خاصة الأغطوط يعني المغربي. اللي كي جيلهنا الأوروبا يعني بواحد شكل كبير. بالي؟ آه هذا هذا من جهة. ما لي? هذا هذا فقط يعني قوس افتحناه يعني باش نوضحوش نوكاين. ما ليه جوابا على لان كزاف ديال الجزائريين كي يسحب لهم. واللي الصحراء المغربية هي تين دوف. تين دوف اللي فيها البوليزاريو اللي ينزلوهم في تم يعني الجزائريين. انتم عارفين في ذاك الحالة يعني او ذاك الحالة يعني يرتلها. يعني شنو هذاك اللي كان في الاداعة والتلبزاء المغربية الليلي اسمها لهم وسمى. ومن بعد ذاها بامين رجاع انتم ماشى يعني السيد كيفاش كان مبرع يعني في قنوات او في مكاتب ديال القناة ديال المملكة المغربية اداعة الوطنية المملكة المغربية يعني كيفاش كان مبرع وذا يعني انتم مشو يعني كيفاش كيمشين ذاك المخيمات اللي كما قلت كوم بالحالة ديال ذاك الناس نساء ورجالا واطفالا يعني حالة يرتالها بالي وهذا وهذا شي كامل بتعليمات من نظام الجزائري هذي هي الخلاصة ديال اه الصحراء المغربية اللي هي اراضي مغربية تحت السيادة المغربية انتم مشو اكبر جامعة للعلوم الطبية راكين تم ملعب شيخ الغضف من احسن الملاعب تحت السيادة المغربية تحت الرايات المغربية هذا فقط كان للتوضيح فالي الناس الناس اللي مساكن باقين يعني خربقين مع راسهم واش تفهمنا هذا كان فقط يعني واحد القوس باش نوضحوا يعني قضية ديال الصحراء المغربية بالنسبة لالاخوان اللي ما حارفينش جزائرين جزائرين اللي كي تضحك عليهم وكي يسحاب لهم مساكن باللي الصحراء المغربية هي تندو فصحراء المغربية هي جزء من الاراضي المغربية كما قلت كوم يعني وعندها روابط تاريخية يعني ماشي غير جوصة في يعني مكان الصعمار في المغرب فإسبانيا كانت مستعمرة الصحراء المغربية فعهد الجالة الملك المغفور له محمد السادس وتم يعني من المغرب يعني شبر استقلال ديالو سنة أبقات مناطق كطرفايا وزاف ديال المناطق اللي حرها المغرب بقات هات الصحراء هذي بقات هات الصحراء هذي فيعني الشعب الصحراوي بايع الملك محمد السادس أنا ذاك رحمه الله يعني وصافي وجاو هاد القدافي مع هادا ديالجزائر وفتعلوا هاد المشكل هادا وحنا باقين على هاد المشكل يعني لحد يومنا هادا لكن محسوم محسوم المشكل لأن الاراضي هي مغربية هادش اللي كين أخوتي فيما يتعلق بالصحراء المغربية يعني الإخوة اللي ما كانوش عارفين لأنك نشوفوه مغالطات والعادين باللكن إخوان جزائرين كيس حابلهم بالصحراء المغربية هي في كيل بوليزاريو هي تندو وهات شيرها شفناه فيديوها ترى هما الشيء غير كان نحضره وصافي وإنما الخوة الآن ما نطولوش عليكم بزاف أتمنى يعني نكونوا فيدناكم بهاد المعلومات ميكان بغين تفكر المدن الصحراوية اللي تحرات قول ميم على ما أضن تبقلونا يعني المعناطق اللي تحرات قبل الصحراء المغربية إلى ذلك الحين طولنا فراسكم نهاركم بروك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته